السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين. ازايكم احلى متابعين عاملين ايه رب تكونوا بخير. النهاردة وصفتنا سهلة وبسيطة جدا. هنعمل فيها البطاطس المحمرة وكمان طريقة تفرزها. وهنشوف الوجبة بتاعتنا النهاردة غدا ايه. يلا بينا نسمي الله ونسالي على الرسول ونخش على الوصحة بتاعتنا. معايا بطاطس الكمية اللي انت عايزها بتخسليها حلوة او تقشريها ربع كباية من الخل مع لقتين كبار من الملح. وكمان معانا الخلطة او التوابل بتاعت البطاطس المحمرة معانا بابريكا تون بوضر بصر بوضر. ومعانا كاري وملح وكمون وزرة من جسط الطيب. يلا بينا نشوف فصفتنا ازاي. البطاطس بعد ما غسلناها حلوة اوي. هنقشرها ونقطعها صوابع. الصوابع طبعا تبقى متوسطة. ولا تكون رؤية اوي عشان ما تبقاش نشفة ومجلدة معاكي. ولا تكون تخينة زيادة عن اللزوم. حواريكم دلوقتي للسمك بتاعها هو ده المطلوب اهو ما شاء الله. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وانفرزها وفي اي وقت تطلع الكيس تحطي في الزيت في ثواني بيكون حمرت البطاطس. ودي الكمية بتاعتنا بعد ما خلصت ودي سمك البطاطس اهي. اهي ما شاء الله. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بيكون معانا مية مغلية على النار اهم حاجة تكون بتغلي. هنزل بربع كباية من الخل. ومعلتين كبار من الملح. وبقول لحضراتكم الخل والملح حسب كمية البطاطس اللي عندك. لو عندك كمية اكبر من كده هتكطر الخل والملح. هدوب بقى الملح والخل في المية اللي بتغلي وانزل بالبطاطس. السبب في المية السخنة. اول ما تبتدي تغلي اول غلوة. بطلع عليها وطلحها من المية على مية بردة لو هاشيرها في الفريزر. لكن لو هحمرها على طول بطلحها في مصفر. تصفي ميتها. وابتدي احمرها. انا طلعتها بقى كده اخدت جزء في المية البردة اللي انا هشيرها في الفريزر. والباقي خليته في المصفة اهو. لحد ما ينزل ميته. اهم حاجة لما تيجي تحط البطاطس في الزيت. طبعا بيبقى الزيت سخن. فاهم حاجة اللي هي الشيالة بتاعت البطاطس دي بحط فيها البطاطس وانزل في الطاصة على طول عشان تبعد ايديك عن الزيت نهائي. انا كده حمرت اول طاصة هحط التانية ان شاء الله. وهم خلص الكمية كلها مع بعض وهنشوفها لما تخلص. هنا بقى هنعمل الخلطة او التوابل دي تعمليها وتشيريها في برطمان كده للبطاطس المحمرة في اي وقت اللي هي قلنا عليها معلقة كبيرة من البابريكا. طوم بودر بصل بودر ومعايا نكاري. كمون. زرة من جس الطيب والملح. زي ما حضرتكم مش شايفين كده هنقلبها بقى كويس قوي. وهنشيلها في برطمان اي وقت تعملي البطاطس المحمرة. خدي بقى شوية من دول بقى رشيهم على البطاطس بدل ما بنحط كمون بس. بيبقى طعم البطاطس طحفة. بصوا بقى اللون والريحة وطعمها في منتال جميل. كده خلصنا البطاطس اهو. اللي احنا حمرناها شلناها من المية سبنات الصفة وحمرناها على طول. والتانية نزلناها في مية بردة وبعد ما تصفت من ميتها. شرتها كده في كيس احطها في الفريزر. وعملنا التونة بالفلفل الاخضر والخل واللمون. هنا قطعنا بصلة جوانع وحطينا عليها سماء. ومعنا كاتشا بوادي الخلطة بتاعت البطاطس جميلة. لونها مش قادرة اقول لكم. والطعم كمان لو عملتوها هتعملوا برطمان كمان اكبر من كده بكتير. هارش بقى على البطاطس زي ما حضراتكم شايفين. بصوا بقى لما بترش على البطاطس اللون عامل ازاي? والطعم بقى وريحة اجمل كمان. هارش كده شوية على البطاطس. وهاخد شوية حطهم على التونة كده. يعني انت مسلا لو في يوم محتارة في الغداء. هتفتحي التونة. واتطلعي كيس من الفريزر من البطاطس اللي انت مفرزاها. ده حمارية على طول مش هياخد معاكل الغداء خمس دقيق بالزبط. والبصل اللي بالصماء ده جميل جدا. يارب بيكون الفيديو بتاعنا عجبكو. لو عجبكو ما تنسوش اللايك والشير. وسبسكراب للقناة وتفعله الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.